مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية طلاب الأعزاء نبدأ درسنا اليوم باسترجاع واستذكار ما تم دراسته من قبل تحدثنا في الدرس السابق والذي قبله عن مفهوم الحركة الصهيونية وعلمنا أنها هي حركة سياسية تهدف إلى جمع يهود العالم وإنشاء وطن لهم في فلسطين ويعتبر سيودور هيرتزل الأب الروحي للحركة الصهيونية ثم تحدثنا عن عوامل ظهور الحركة الصهيونية وعلمنا أنها تمثلت في ثلاث عوامل ألا وهي أولا انتشار الحركة القومية في أوروبا ثانيا نشأت المشكلة اليهودية ثالثا ظهور فكرة الدولة الحاجزة ثم تحدثنا طلابي الأعزاء عن المؤتمر الصهيوني الأول وعلمنا أن ثيودور هيرتزل دعا إلى عقد أول مؤتمر صهيوني في عام 1897 في مدينة بازل بسويسرا وحبره مندوبون يهود من أنحاء العاد وكان أهم أهدافه العمل على إقامة وطن قومي لليهود أما عن قرارات المؤتمر فتمثلت فيه أولا السعي لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ثانيا إنشاء منظمة صهيونية عالمية برئاسة هيرتزل ثالثا السعي للحصول على ترخيص من الدولة العثمانية بتأسيس شركة لتهجير اليهود إلى فلسطين ثم رأينا طلاب الأعزاء موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية ومؤسسها هيرتزل وعلمنا أن هيرتزل كان يريد من السلطان عبد الحميد أرض في فلسطين لليهود وكان رد السلطان هو الرفض القاطع بل إن السلطان قام باتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها حماية فلسطين في ذلك الوقت ألا وهي أولا منع الهجرة اليهودية إلى فلسطين ثانيا منع بيع الأراضي لليهود ثالثا إشراف السلطان على إدارة شؤون فلسطين بنفسه ثم وصلنا لمرحلة الاحتلال البريطاني لفلسطين وقبل أن نشرع في تفاصيل سياسة الاحتلال البريطاني في فلسطين نرى أولا ما هي أهمية فلسطين بالنسبة لبريطانيا تكمن أهمية فلسطين بالنسبة لبريطانيا في أربع نقاط مهمة أولا أن موقع فلسطين يربط العراق والخليج العربي بالبحر المتوسط وهذان مهمان لبريطانيا ثانيا أن موقع فلسطين قريب جدا من أهم الممرات العالمية ألا وهي قناة السويس المهمة أيضا لبريطانيا ثالثا أن موقع فلسطين مهم لبريطانيا لتأمين طرق المواصلات البريطانية البرية إلى الشرق وخاصة إلى المستعمرات الهندية رابعا وأخيرا أن بريطانيا تريد استخدام فلسطين كحاجزا لمنع الامتداد الفرنسي من الوصول إلى الجزيرة العربية وقناة السويس ولكي يضمن الاحتلال البريطاني بسط نفوذه في بلاد الشام والعراق قام بمجموعة من الخطوات المهمة أولا مؤهدت سايكيس بيكو في عام 1916 ثانيا وعد بولفر المشؤوم في عام 1917 ثالثا مؤتمر سان ريمو في عام 1920 وكان تفاصيل هذه الإجراءات الثلاث كالتالي أولا معاهدة سايكيس بيكو حيث تم التفاوض بين بريطانيا وفرنسا فيما يعرف بمعاهدة سايكيس بيكو في مايو 1916 واتفقت طرفاني على أن توضع فلسطين تحت إشراف دولي أما عن وعد بولفر المشؤوم في عام 1917 فهو وعد أصدره وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر بولفر للحركة الصهيونية بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين أما عن الخطوة أو الإجراء الثالث فهو مؤتمر سان ريمو في عام 1920 ونص هذا المؤتمر أو نص في قراراته على ما يلي فيما يخص فلسطين الانتداب البريطاني على فلسطين ثانيا الالتزام بتنفيذ وعد بولفر وعلمنا طلاب الأعزاء أن بريطانيا أصدرت وعد بولفر للحركة الصهيونية بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين لعدة أسباب أولا أنها كانت بحاجة للنفوذ اليهودي في أمريكا للضغط على أمريكا لمشاركتها في الحرب العالمية الأولى وهذا أو كانت مشاركة أمريكا رجحت كفة الحلفاء في ذلك الوقت ثانيا أن بريطانيا تريد السيطرة على فلسطين لأهميتها السالف ذكرها ثالثا أن بريطانيا تريد كسب ود اليهود في روسيا أيضا للضغط عليها لاستمرارها في الحرب العالمية الأولى ثم رأينا أن الجيش البريطاني قام بقيادة الجنرال إدموند الليمبي باحتلال فلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى وذلك في ليسمبر من عام 1917 أما عن موقف العربي من وعد بولفور أحباء الطلاب فعلمنا أنه تمثل في إقامة العديد من مؤتمرات الرفض لهذا التصريح وهذا الوعد المشؤوم تمثلت أولا في المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في عام 1919 ثم في المؤتمر السوري العام في عام 1920 أما عن موقف عصبة الأمم آنذاك من وعد بولفور فكان الدعم والتأييد حيث قررت منظمة عصبة الأمم عام 1922 إصدار سك الانتلاب على فلسطين والذي يضمن أو يضم تنفيذ وعد بولفور وإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين أما عن درس اليوم أحباء الطلاب فسنواصل فيه الحديث عن القضية الفلسطينية وخلفياتها التاريخية حتى عام 1948 وسنرى فيه أثر السياسة البريطانية في فلسطين وما تمثل في زيادة الهجرات اليهودية إلى فلسطين بفضل هذه السياسة البريطانية المشؤومة ثم سنرى الخط الزمني لأحداث مرحلة المقاومة الوطنية حتى قيام الحرب العالمية الثانية كما تراه في كتابك صفحة 23 نرى أولا ثورة 1920 ثم ثورة البراك في عام 1929 ثم الثورة الفلسطينية الكبرى في عام 1936 إذن عنوان درسنا لهذا اليوم أحباء الطلاب سيكون كالتالي القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية حتى عام 1948 هو أربعون الجزء الرابع وكما تعودنا أحباء الطلاب سنبدأ درس اليوم بتناول أهداف الدرس حيث يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أنه واحد يعدد النتائج المترتبة على سياسة الاحتلال البريطاني في فلسطين اثنان يعدد مطالب الحركة الوطنية الفلسطينية حتى قيام الحرب العالمية الثانية ثلاث يعدد صور مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال البريطاني تستطيع أن تتابع معي هذا الدرس عزيز الطالب من خلال متابعتك معي في كتابك المدرسي صفحات 22 و23 ونبدأ بالهدف الأول عزيز الطالب وهو النتائج المترتبة على سياسة الاحتلال البريطاني في فلسطين من خلال هذه الصور ومن خلال متابعتك معي في كتابك المدرسي صفحة 22 سنستطيع أن نستنتج أن سياسة الاحتلال البريطاني في فلسطين في الفترة من عام 1920 إلى 1928 تمثلت في التالي أولا تعيين هيربرت سامويل مندوبا ساميا على فلسطين وهو يهودي بريطاني ومن مؤسس الحركة الصهيونية ثانيا إقامة إدارة يهودية في فلسطين حيث مثل الموظفين اليهود في هذه الإدارة أربعة أمثال عدد الموظفين العرب ثالثا جعل اللغة العبرية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية رابعا السماح لأكبر عدد من اليهود بالهجرة إلى فلسطين وتمليكهم أكبر مساحة من الأرض وجعلت الوكالة اليهودية هي الممثل لليهود في فلسطين أما عن نتائج سياسة الاحتلال البريطاني في فلسطين أحباء الطلاب فتمثلت في ثلاث نقاط مهمة أولا زيادة عدد اليهود في فلسطين ثانيا امتلاك اليهود للأراضي العربية وسنرى كيف تم ذلك حيث انتقلت معظم الأراضي العربية اليهود من عدة طرق منها أولا منح الحكومة البريطانية أراضي فلسطين الأميرية التي هي أراضي الدولة لليهود ثانيا بيع كبار الإقطاعيين غير الفلسطينيين أراضيهم بسبب منعهم من الدخول إلى هذه المنطقة بحجة أنها تحت الاحتلال البريطاني ثالثا استيلاء البنوك على الأراضي العربية أو بيعها بسبب عدم قدرة المواطن العربي على تسديد قروض البنوك أو دفع الضرائب المفروضة عليه أما عن النتيجة الثالثة فهو إقامة قوة عسكرية لليهود ولمزيد من التفاصيل عن زيادة عدد اليهود في فلسطين والهجرات التي أتت من يهود الخارج إلى فلسطين تابع معي هذا الفيديو في الشريحة التالية حين صدر وعد بيلفور كانت نسبة اليهود في فلسطين لا تزيد عن 5% من مجموع عدد السكان عام 1922 حصلت بريطانيا من عصبة الأمم المتحدة أي المنظمة التي سبقت الأمم المتحدة على ما سمي حق الانتداب وهو تفويض لحكم مناطق كانت تابعة للامبراطورية العثمانية ومن ضمنها فلسطين ومنذ ذلك الحين بدأت بريطانيا بتنفيذ وعدها ففتحت باب الهجرة أمام المزيد من اليهود إلى فلسطين قامت بريطانيا بالإشراف على هجرات اليهود وتسليحهم وتدريبهم في السنوات التي تلت وعد بيلفور ولكن كم عدد الهجرات التي أدت إلى قيام الكيان الصهيوني في الحقيقة هناك خمس هجرات رئيسية سبقت النكبة وشكلت نوات المستوطنين الصهاينة الذين سيقيمون لاحقا ما يسمى دولة إسرائيل في البداية سيطروا على 6% من فلسطين وامتدت لاحقا لتشمل 78% من مساحة فلسطين بدأت الهجرات الاستيطانية من خلال الموجة الأولى التي نظمتها حركة البوليو وجمعيات محبوص صهاينة بين عامي 1882 و1903 وكان عددهم 30 ألف مستوطنين معظمهم قدم من جنوب غرب روسيا أما الموجة الثانية فكانت بين عامي 1904 و1914 وعددهم بحدود 40 ألف مستوطنين يهودي قدم معظمهم من روسيا وبولندا وقد حملت هذه الهجرة قادة الصهاينة الأوائل وعلى رأسهم ديفيد بنغوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل أما الموجة الثالثة من الهجرة بدأت في أعقاب وعد بيلفور خلال الفترة الانتداب البريطاني لفلسطين حيث منح المهاجرون الصهاينة تسهيلات لم تكن إبانة دولة العثمانية وكانوا حوالي 40 ألف شخص قدموا من بولندا ورومانيا وروسيا وألمانيا بينما كانت الموجة الرابعة بين عامي 1924 و1929 هاجر خلال هذه الفترة حوالي 80 ألف يهودي معظمهم من الدول سابقة الذكر كما شهدت هذه الفترة وصول موجات من اليهود العرب كالعراق واليمن الموجة الخامسة من الهجرات كانت بين عامي 1929 و1939 وهي الأكبر من بين موجات الهجرة تزامنت مع صعود النازية وتنامي العداء الإسلامية في أوروبا كان عدد المستوطنين حينها 280 ألف مهاجر وكانت ألمانيا المركز الرئيس تراجعت حدة تلك الهجرات بعد ثورة عام 1936 وأصدار بريطانيا الكتاب الأبيض الذي وضع قيود على الهجرة اليهودية ولكن ذلك لم يمنع استمرار تدفق الهجرات سرا بأعداد متفاوتة منذ عام 1939 وكان قسم كبير من المهاجرين هم اليهود العرب من مصر وشمال إفريقيا في 29 نوفمبر عام 1947 تم تنفيذ الوعد فعليا بصدور قرار بتقسيم دولة فلسطين وفي الخامس عشر من مايو عام 1948 انسحبت القوات البريطانية من فلسطين وأعلنت دولة إسرائيل وحدثت النكبة وبدأت عملية تهجير للفلسطينيين من أراضيهم عزيز الطالب من خلال الفيديو السابق نستطيع أن نجيب على الأسئلة التالية السؤال الأول ما عدد موجات الهجرات اليهودية الرئيسية إلى فلسطين نجد أن الإجابة هي خمس هجرات السؤال الثاني لماذا كانت الموجة الخامسة للهجرة اليهودية أكبر الموجات أتوقع أن تكون إجابتك كالتالي عزيز الطالب أنها بسبب صعود نازية وزيادة العداء لليهودي في أوروبا وصلنا لنشاط طرح الأسئلة المتعلق بالهدف الأول أحباء الطلاب والسؤال الأول فيه يقول أي الشخصيات التالية عينته بريطانيا منذوبا ساميا على فلسطين تستطيع أن تجيب معي هذه الأسئلة في تدريبات كتابك المدرسي صفحة 37 أتوقع أن تكون إجابتك التالي هي هاربرت ساموين السؤال الثاني لماذا زادت أعداد الهجرات اليهودية إلى فلسطين؟ من وجهة نظرك قبما لا يكون هناك إجابة صريحة في الكتاب ولكن تستطيع أن تستنتجها أولا بسبب رغبة اليهود في إقامة وطنهم ثانيا بسبب التسهيلات البريطانية التي لا حد لها ثالثا بسبب زيادة العداء لليهودي في أوروبا السؤال الثالث وتجده في كتابك المدرسي صفحة 38 والسؤال يقول دلل على قامت السياسة البريطانية على تهويد فلسطين منذ إعلان الانتداب هذا الدليل على أن هذا الكلام صحيح نجد أن الإجابة تكون كالتالي أولا قامت بريطانيا بتعيين يهودي بريطاني منذوبا ساميا على فلسطين ثانيا أن بريطانيا جعلت اللغة العبرية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية ثالثا أن بريطانيا سمحت بهجرة اليهود إلى فلسطين رابعا أن بريطانيا أقامت إدارة يهودية لفلسطين وقبل كل هذا أن بريطانيا أعلنت ما يسمى بالوعد المشؤوم ألا وهو وعد بولفور بإقامة أو إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين أما عن سؤال التقويم البنائي فالسؤال يقول من نتائج المترتبة على سياسة الاحتلال البريطاني في فلسطين وتستطيع أن تجيب على هذا السؤال في كتابك المدرسي صفحة 39 وأتوقع أن تكون إجابتك كالتالي أولا زيادة عدد اليهود في فلسطين ثانيا ابتلاك اليهود للأراضي العربية أو لجزء كبير منها ثالثا إقامة قوة عسكرية لليهود في فلسطين ومع استراحة القيمة أحباء الطلاب وقيمة درسنا لهذا اليوم ما ضع حق وراءه مطالب والحقوق لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن وصلنا للهدف الثاني أحباء الطلاب والهدف يتحدث عن مطالب الحركة الوطنية الفلسطينية حتى قيام الحرب العالمية الثانية هذه شعار أو شعارات بعض الحركات الوطنية الحالية في فلسطين كحركة التحرير الوطني اللي هي حركة فتح وحركة الحركة الوطنية للداخل الفلسطيني اللي هي حركة كفاح وحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس ونرى هذا الخط الزمني في كتابك صفحة 23 ويمثل أحداث مرحلة المقاومة الوطنية حتى قيام الحرب العالمية الثانية بدأت هذه الأحداث بثورة 1920 ثم ثورة المراخ في عام 1929 ثم الثورة الفلسطينية الكبرى في عام 1936 وقبل أن نشرح في تفاصيل هذه الأحداث نتحدث عن مطالب الحركة الوطنية الفلسطينية التي قدمتها للاحتلال البريطاني وكان رده بالرفض نرى في الشرائح التالية تمثلت مطالب الحركة الوطنية الفلسطينية أحباء الطلاب في خمس مطالب مهمة أولاً وقف نقل الأراضي العربية لليهود ثانياً إلغاء وعد بولفور ثالثاً إقامة حكومة وطنية فلسطينية منتخبة رابعاً وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين خامساً وأخيراً التفاوض مع بريطانيا للحصول على الاستقلال أما عن موقف بريطانيا من هذه المطالب أحباء الطلاب فكان بالطبع الرفض بل وتبعته بمجموعة من الإجراءات ألا وهي أن قامت بزيادة عمليات التهويد ونقل الأراضي لليهود في فلسطين وصلنا للأسئلة المتعلقة بالهدف الثاني أعزاء الطلاب والسؤال الأول يقول من مطالب الحركة الوطنية الفلسطينية هل تقليل الهجرات اليهودية أم إلغاء وعد بولفور أم تقنين بيع الأراضي برافو عليك الإجابة هي إلغاء وعد بولفور السؤال الثاني وضح مطالب الحركة الوطنية الفلسطينية حتى قيام الحرب العالمية الثانية سنجد أنها خمس مطالب كما تحدثنا وقف نقل الأراضي العربية لليهود وقف الهجرة اليهودية التفاوض مع بريطانيا للحصول على الاستقلال إلغاء وعد بولفور السؤال الثالث كيف ترى مطالب الحركة الوطنية الفلسطينية حتى قيام الحرب العالمية الثانية؟ ما رأيك في هذه المطالب؟ أتوقع أن تكون إجابتك كالتالي عزيز الطالب أنها مطالب عادلة وهي حق أصيل للشعب الفلسطيني أما عن سؤال التخوم البنائي فالسؤال يقول عدد مطالب الحركة الوطنية الفلسطينية وكما سلف ذكرها وقف نقل الأراضي العربية لليهود وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين التفاوض مع بريطانيا للحصول على الاستقلال الآن وصلنا للهدف الثالث أعزاء الطلاب ويتحدث عن صور المقاومة الفلسطينية أو مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال البريطاني تتابع معي هذا الفيديو عزيز الطالب ونستنتج منه كيف تطورت المقاومة الشعبية الفلسطينية ووصلت إلى مدى يعني يرعب اليهود دون أي مساعدة أو بمساعدات بسيطة تابع معي هذا الفيديو ثم نستكمل ليس حدثا عابرا أن تحلق طائرة فلسطينية في الأجواء الإسرائيلية لم تفعلها الجيوش العربية قاطبة في حروبها مع إسرائيل وحدهم الفلسطينيون في غزة حيث لا بر لهم ولا بحر ولا سماء بعد أن أغلقت بطائرات الـ F-16 وحدهم من فعلها وقبل ذلك وحدهم من صنعها لتصبح أول طائرة عربية بدون طيار يصنعها الشعب الوحيد بينهم والأخير في التاريخ المعاصر الرازح تحت الاحتلال صحيح أن تقنية تصنيعها تكاد تكون بدائية وأنها لا تغير كثيرا في ميزان القوى المحسوم عسكريا لصالح أقوى دول المنطقة لكن مجرد تحليقها يمنح مطلقيها نصرا رمزيا في صراع تختلط فيه الأسطورة بالواقع ويتبدلان الأدوار وما كان لهذا أن يتحقق لو لا تراكم طويل أنجزته الفصائل الفلسطينية في مجال المقاومة واجتراح أدواتها قبل سنوات قليلة وتحديدا في مطلع هذا القرن أطلقت كتائب القسام أول صواريخها كان يصل بالكاد إلى نحو ثلاثة كيلومترات واحتاج الأمر سنوات وتحديدا حتى 2007 ليصل مدى صاروخ القسام إلى عشرة كيلومترات ليس إلا ولم تكن تلك الصواريخ التي وصفها بعضهم بالكرتونية والعبثية تصل إلى أبعد من عسقلان وأسدود لكن سنوات أخرى مرت ليحلق صاروخ الجعبري هنا فوق تل أبيب وليصل إلى حيفا ويهدد مفاعل ديمون النووي فمن ثلاثة كيلومترات إلى نحو ثمانين كيلومترا كان مدى الصواريخ يتسع ومعها سبل المقاومة وأفقها أمام عدو يحوز أحدث الأسلحة والطائرات والصواريخ في العالم لم تكتفي كتائب القسام بهذا فعلت ما لا يقل دلالة اخترقت بثة تلفزة الإسرائيلية وقالت الإسرائيليين في بيوتهم إن أبناءكم ليسوا أغلى من أبنائنا بالتزامن مع اختراق شبكات الهاتف المحمول ومواقع الإنترنت الإسرائيلية لم يعد ذلك مجرد انتصارات رمزية بل أصبحت تشيع وتكرس نوعا من توازن الرعب لم يألفه الإسرائيليون سابقا وهم يقرؤون ويسمعون الفلسطينيين يقولون لهم أن يخرجوا من برنا ومن بحرنا ومن دمنا آنى لكم أن تخرجوا من خلال الفيديو السابق أحباء الطلاب نستطيع أن نستنتج أن أشكال النضال الفلسطيني ضد اليهود وبريطانيا أخذت مجموعة من الصور أولا النضال السياسي وهذا استمر في الفترة من بين عامي 1918 إلى 1929 ثم المقاومة المسلحة والتي تبعت ذلك حتى يومنا الحال عن النضال السياسي فنجد أن الشعب الفلسطيني يركز على المقاومة السلمية للمشروع الصهيوني وحاول أكثر من مرة إقناع بريطانيا بالتراجع عن وعد بولفورد ومن صور هذه المقاومة السلمية ثورة 1920 أما عن المقاومة المسلحة فقد بدأت بثورة البراق في عامي 1929 ميلادية ثم ثورة الشيخ عز الدين القسام والذي بدأ نضاله في فلسطين من عامي 1921 حتى استشهاده رضوان الله عليه في عامي 1935 ثم أخيرا الثورة الفلسطينية الكبرى في الفترة بين عامي 1936 إلى 1939 أما عن موقف بريطانيا من المقاومة الفلسطينية فكانت تحقيق وخاصة في قيامي ثورة 1920 حيث كونت بريطانيا لجنة تحقيق بهدف معرفة أسباب هذه الثورة اللي هي ثورة 1920 ثم أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض الأول في عام 1922 والتي أكدت فيه على إقامة الدولة اليهودية في فلسطين وتنفيذ وعد بولفور وهذا الكتاب أصدره وزير مستعمرات بريطانيا في ذلك الوقت تشيرشير وأهم ما جاء فيه هو أن تصريح بولفور غير قابل للتغيير فتح باب الهجرة اليهودية إلى فلسطين الارتقاء بفلسطين حتى تصبح مؤهلة كمركز للشعب اليهودي وقد رفض العرب هذا الكتاب وقبله اليهود وصلنا لنشاط طرح الأسئلها المتعلق بالهدف الثالث أعزاء الطلاب والسؤال الأول أول الثورات الفلسطينية ضد اليهود والاستعمار البريطاني هل هي ثورة 1920 أم ثورة البراق أم ثورة العامة رابع عليك الإجابة هي ثورة 1920 ما صور مقاومة الشعب الفلسطيني للاستعمار البريطاني سنجد أنها تنوعت ما بين النضال السياسي في الفترة من 1918 إلى 1929 ثم المقاومة المسلحة في الفترة التي تليها السؤال الثالث ما ترى في موقف بريطانيا من اليهود والشعب الفلسطيني سنجد أن الإجابة كالتالي أن هذا الموقف هو موقف غير عادل ينحاز لليهود بصفة دائمة أما عن سؤال التقويم البنائي أحباء الطلاب فالسؤال يقول عدد صور مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال البريطاني سنجد أنها شملت ثورة 1920 ثم ثورة البراق في 1929 ثم ثورة الشهيد عز الدين القسام ثم الثورة الفلسطينية الكبرى في عام 1936 أحباء الطلاب وصلنا لنهاية درس اليوم تحدثنا فيه عن مجموعة من النقاط المهمة أولا تكلمنا عن النتائج المترتبة على سياسة الاحتلال البريطاني في فلسطين وتعرفنا بداية على هذه السياسة ثم تحدثنا عن مطالب الحركة الوطنية الفلسطينية حتى قيام الحرب العالمية الثانية ثم رأينا صور مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال البريطاني أحباء الطلاب ارجعونا على المنتدى والحلقات النقاشية لو فيه أي سؤال أو استفسار قوموا بحل الواجب الإلكتروني المتعلق بهذا الدرس وأخيرا نتمنى لكم المزيد من التوفيق والسداد والرشاد ونترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية